وقعت الجماعية الكويتية للإغاثة مع وكالة تنمية المنشآة الصغيرة والأصغر في اليمن اتفاقية لإطلاق مشروع دعم سبل العيش في القطاع الزراعي والذي يستهدف 840 مستفيدا بتكلفة إجمالية 1.5 مليون دولار وقال بيان مشترك صدر عن الجانبين خلال مراسم التوقيع التي جرت افتراضيا عبر الاتصال المرئي إن المشروع يهدف لتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين لاستخدام التقنيات الزراعية الحديثة وكذلك التصنيع الغذائي المحلي وأضاف أن المشروع يشمل مكونين أساسيين هما المكون الزراعي والذي يستهدف 400 مستفيد ومكون التصنيع الغذائي والذي يستهدف 440 مستفيدا بتكلفة إجمالية مقدرها 1.5 مليون دولار يعد مركز شباب مدينة جابر الأحمد الذي افتتحه وزير الأعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري نقلة نوعية في تاريخ المراكز الشبابية المتخصصة في دولة الكويت يضم المركز منشآت رياضية ومباني إدارية واجتماعية صممت ونفذت وفق أحدث المواصفات العالمية والصديقة للبيئة لخدمة الرياضيين كما يضم المركز ملعبا خارجيا عشبيا لكرة القدم وحمم سباحة أولمبي ومجموعة من الصلاة المخصصة لرياضات البولينغ والجودو والتايكواندو وكرة الريشة واللياقة البدنية فضلا عن فندق لإقامة المعسكرات الرياضية للمنتخبات الكويتية والزائرة ويستخدم أيضا حاليا كمقر مواقع للجنة الأولمبية المحلية اشتركوا في القناة